رئيس مجلس الوزراء يطلق استراتيجية تنمية صناعة السيارات من شرق بور سعيد القادم يحذر من العنف ويطالب ساسة العراق بتحمل مسؤولياتهم طائرات سو 25 الروسية تدمر مواقع محصنة للقوة الأوكرانية وروسيا تعرض على المقاتلين في مصنع أزاط لاستسلام السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جريليش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أطلق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استراتيجية تنمية صناعة السيارات وذلك خلال زيارتي للمنطقة الصناعية بشرق بور سعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي كلمة له أوضح رئيس الوزراء أن الهدف الاستراتيجي هو أن يتم تعميق صناعة السيارات داخل مصر وكذا كل صناعات المغادية لها لابد أن يتم توطين صناعة حقيقية للسيارات في مصر وهنا لما بنتكلم على صناعة حقيقية بالفعل في صناعات وفي مصانع بتعمل إنتاج ولكن مش هو ده طمحنا ويمكن هنا رقم مهم جدا أنا يعني بستدعي قدام حضراتكم لينا كلنا كمصريين حجم استراتنا من السيارات العام الماضي بالفعل وصل أو تجاوز الأربعة مليار دولار أمريكي صرفنا من مواردنا الدولارية أربعة مليار دولار عشان حجم السوق بتاعنا النهاردة لم يصل بعد إلى تلتمية ألف ولكن النهاردة التحدي الكبير فعلا أنه في خلال عشر سنين متوقع مع النمو الاقتصادي اللي بيحصل أن عدد سيارات مصر حيتضاعف يعني معنى كده حبقى محتاج على الأقل لتمانية مليار دولار سنويا عشان أدخل عربيات للسوق المحلي طبعا ده لن يكون يعني مقبولا للدولة المصرية وحول رؤية تطوير شرقي بول سعيد أوضح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه لم يتم البدء في تنفيذ هذه الرؤية إلا خلال السنوات السبع الماضية بإرادة سياسية قوية ومتابعة يومية من قبل رئيس السيسي وأكد رئيس الوزراء أن الأعمال التي قام بتنفيذها رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالمنطقة تعد من المعجزات الهندسية حيث تم إقامة العديد من المباني والمصانع والموانئ والأرصفة بالكيلومترات لم ينفذ هذه الرؤية على أرض الواقع إلا في خلال السبع سنوات الماضية بإرادة سياسية قوية جدا من فخامة الرئيس ومتابعة شبه يومية وتنفيذ على أرض الواقع لأعمال بتعتبر من أعمال يعني المعجزات الهندسية من قبل رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ده هو الحقيقة اللي حصلت عشان نقدر نبقى وقفين النهاردة على هذه الأرض لأن هذه الأرض اللي يعرفها كويس جدا كان مجرد أنك تمشي عليها بتلاقي نفسك بتغرز وبتنزل كشخص مش بتكلم على معدة فكون النهاردة أن احنا نبقى عاديين في مبنى بهذا الشكل بنتكلم على حجم مصانع وعلى مواني وعلى أرصفة بالكيلومترات بتتنفذ يعني أنا كرجل مهندس بقول هو إعجاز هندسي بكل المقاييس ومرة أخرى بوجه شكر لرجال الهيئة الهندسية القوات المسلحة وكل القائمين على هذا المشروع من الشركات المقاولات المصرية اللي حققوا فعلا هذا الحلم كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية منذ أن بدأت العمل على هذا الموضوع أطلقت بصورة مبدئية وسريعة مبادرة إحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبعي وأشارك فيها العديد من الشركات والمصانع التي تعمل بالفعل في مصر أوضح رئيس الوزراء أن هدف المبادرة هو تنشيط سوق السيارات محلية الصنع حيث تم تقديم حوافزة ووضع برنامج تمويل ميسر للمواطنين من أجل تشجعهم على هذا الموضوع الحياة الدولة المصرية من ساعة ما بدأنا نشتغل على هذا الموضوع أطلقنا بصورة مبدئية وسريعة جدا مبادرة مهمة جدا وهي مبادرة إحلال المركبات اللي بتعمل بالغاز الطبيعي ويمكن في مبادرة واتفقنا فيها مع الشركات والمصانع اللي بتعمل بالفعل في مصر وعملنا هذه المبادرة وبتعاقنا هدفها طبعا تنشيط سوق السيارات المحلية الصنع وفيها طبعا حوافز الحياة قدمناها للشركات دي وإن يمكن حطينا برنامج تمويل ميسر للمواطنين علشان نشجعهم على هذا الموضوع وأكد رئيس الوزراء أن ما يتم تنفيذه من شركات مع القطاع الخاص بمنطقة شرق بورسعيد هو نموذج لسعي الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يعكس فكرة لوثيقة ملكية الدولة وشدد مدبولي على أن ما يتم تنفيذه من بنية تحتية لم تكن لتنفذه أي من الشركات الخاصة بالقطاع الخاص وفقا لقدرتها إحنا كنا موجودين وإحنا بنطلق وثيقة سياسة ملكية الدولة أكدنا على أن هدفنا ورؤيتنا كدولة في الفترة القادمة هو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وأعتقد اللي شفنا النهاردة هو نموذج لهذا الموضوع البنية الأساسية الضخمة اللي بتتعمل واللي تعملت في خلال الفترة دي ما كانش فيه أي قطاع خاص قادر إن هو يعملها تهيئة الطربة عمل الطرق البنية الأساسية كهرباء اتصالات مياه الكلام ده ما يقدرش يعمله قطاع خاص ده دور الدولة لكن بمجرد ما بنقدر الدولة تعمل هذا الكلام القطاع الخاص يدخل بخبراته الكبيرة والمتخصصة يعمل المصانع ويعمل الأنشطة المختلفة اللي تمكن الدولة المصرية في النهاية من تعزيم القيمة الكبيرة من هذا الموقع العبقري ونقدر في إطار هذه النوعية من الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص نحقق عملية التنمية المتكملة في كل ربوع مصر إن شاء الله وعقب إطلاق الاستراتيجية القومية لتنمية صناعة السيارات من شرق بورش سعيد اليوم شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توقيع مذكرة تفاهم ربعية لإنشاء مجمع تصنيع السيارات المشترك في شرق بورش سعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقدرة استعبية لتصنيع 75 ألف مركبة سنويا تمرحلة أولى شملت أطراف الاتفاقية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وشركة شرق بورش سعيد للتنمية والشركة المصرية العالمية للسيارات كذلك شهد مدبولي توقيع مذكرة تفاهم بين القطاعين الحكومي والخاص وشركات استشارات عالمية لتوطين صناعة السيارات في مصر تنص الاتفاقية على قيام أحد الشركات العالمية بإجراء الدراسات اللازمة لإقامة المجمع الصناعي للسيارات والمشترك في المنطقة الصناعية بشارق بورش سعيد كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد استهل زيارته إلى شرق بورش سعيد بتفقد المنطقة الصناعية بشارق بورش سعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقد بدأ مدبولي هذه الجولة بزيارة ميناء شرق بورش سعيد حيث تفقد الأرصفة الغربية بالميناء لمتابعة آخر مستجدات أعمال التطوير الجارية بها وأكد رئيس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد أحد أذرع الدولة لتحقيق التنمية من خلال ما تتمتع به من إمكانات ومزايا تنفسية في مقدمتها مناطقها الصناعية والموانئ التابعة لها كما تفقد رئيس الوزراء مستجدات أعمال المنطقة الاقتصادية بشارق بورش سعيد واستمع مدبولي إلى شرح حول المنطقة الصناعية المقامة على مساحة 63 كيلو متر ويجرى بها العديد من أعمال التطوير بما يصهم في تأهيلها لاستقبال وجذب الاستثمارات في الكثير من القطاعات أكد رئيس الوزراء على الدعم الكامل الذي تقدمه الحكومة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تنفيذ لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح الأولوية للمناطق الصناعية وتحفيزا للاستثمار وتوطينا للصناعات وتشجيعا للقطاع الخاص عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لقاء موسعا بعدد من المستثمرين ومشغلي المحطات العالمية العاملين بالمنطقة الاقتصادية بشرق بورش سعيد وذلك لمتابعة آخر المستجدات بالمشروعات القائمة والجاري تنفيذها والمتعاقد عليها شهد هذا اللقاء عرضا تفصيليا حول ارتفاع مؤشرات الأعمال والتداول في ميناء شرق بورش سعيد كما تم استعراض موقف المفاوضات الجارية مع كبرى محطات التشغيل ومتعددة الأغراض لتنفيذ مشروعات بالميناء خلال الفترة القادمة ضمن مساعي تعظيم الاستفادة من موقع الميناء بشرق البحر المتوسط ورفع القدرة تنافسيا للميناء والعمل على استغلال المناطق اللوجسية المتخمة للميناء لاستغلال الأمثل كما ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس والذي عقد بشرق بورش سعيد بالمنطقة الصناعية لأول مرة منذ قرار إنشاء الهيئة وجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع باستمرار العمل على تعظيم الإيرادات الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وفق خطة طموحة لتحقيق هذا الهدف تقوم على تعظيم الاستفادة من إمكاناتها ومقاومات إقامة الأنشطة الاقتصادية المتنوعة كما وجه رئيس الوزراء بعرض تقرير شهري يتضمن معدلات الأراضي التي تم الترويج والتصويق لها في المنطقة الصناعية بشرق بورش سعيد والتي تقوم بتطويرها شركة شرق بورش سعيد للتنمية وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع بداية دكتور وليد تحية لك واليوم وكما تبعنا رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أطلق استراتيجية تنمية صناعة السيارات وذلك تم خلال زيارته للمنطقة الصناعية في شرق بورش سعيد كيف تبعت هذا الحدث اليوم؟ أهلا وسلم بحضرتك وبكل أستاذ المشاهدين وبالتأكيد هو الحدث يعني هو مش مفاجئ بالنسبة لنا لأن هذه الاستراتيجية يتم إعدادها منذ فترة طويلة وهو أمر محمود للحكومة فهي لم تتصدى لتبني تلك الاستراتيجية منفردة ولكنها عقدت الكثير من اللقاءات مع رجال الأعمال والمتخصصين في هذا المجال للوصول إلى مجموعة من الإجراءات والحزم التحكيزية التي تساعد على تعميق صناعة السيارات في مصر نحن نعيش في مرحلة فارقة من مراحل صناعة السيارات وهي أن العالم يتحول من السيارات بالوقود العادي إلى السيارات الكهربائية وسيارات الغاز الطبيعي تلك السيارات التي ترعي المعيير البيئية بالتالي فإن مصر حريصة على أن يكون لها دور في سلطة السيارات الجديد حريصة أن يكون لها دور رياضي أن يكون لها نسبة جيدة من هذه السوكة الكبيرة التي أخذت في النمو ارتباطاً بعمليات التحول لنحو السيارات الكهربائية والسيارات الغاز الطبيعي في هذا الإطار رئيس الوزراء ذكر دكتور وليد أن مبادرة إحلال السيارات من شأنها أن تدفع عملية توطين السيارات أشار أيضاً إلى أهمية المشاركة من قبل القطاع الخاص في هذا الشأن قراءتك لذلك الحقيقة الاستراتيجية شاملة في تناول ذلك الأمر لأن هناك حوافظ قدمت إلى مصنعي السيارات وفي نفس الوقت هناك حوافظ لمستخدمي تلك السيارات الكهربائية والسيارات الغاز الطبيعي هناك بشأن مصنعي السيارات هناك طبعاً تيفيرات وتعريفة جمهورية جديدة متعلقة بمكونات السيارات بحيث يكون هناك حافظ لهم للعمل في هذا المجال يضاف ذلك إلى الحوافظ الموجودة بالفعل في التمتع به حوافظ قانون ضمنات حوافظ باستثمار المصري إضافة إلى الحوافظ الموجودة باعتبرهم موجودين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وده اللي بتمكنهم من الدخول ليس فقط للسوق المصرية ولكن للسوق الإفريقية والأسواق العربية في المنطقة بما تتضمنه تلك المنطقة من حوافظ متعلقة ببنية تحتية كبيرة شاهدنا الميناء ومحاطة الضحرجة إلى تهل عمليات التصدير والاستيراد شاهدنا البنية التحتية الكبيرة اللي موجودة في منطقة قناة السويس وهناك حوافظ أيضا بالنسبة للمواطن الذي يرغب فيه الحوضول على السيارة الجديدة حوافظ تصل إلى 50 ألف جنيه كحافظ نقدي يمكن للمستهلك أن يستفيد منها هناك حوافظ متعلقة بالإعفاء الضريبي بالتالي فهناك حوافظ المواطن الذي سيتحول إلى تلك السيارات بصورة تجعل هناك زيادة مضطردة في الطلب على تلك السيارات الطلب هو الحافظ الأساتي الذي يشجع المستثمر يضاف إليه ما تقدمه له الدولة من حوافظ من أجل أن يكون هناك نمو في هذه الصناعة يشجع المستثمر على العمل ويشجع المواطن على الاستفادة من هذه النوعية من السيارات الجديدة في ظل المعطيات التي ذكرتها أيضا دكتور وليد يعني اليوم تم توقيع اتفاقيتين بشأن توطين السيارات وذلك بواقع 75 ألف مركبة سنويا كمرحلة أولى يعني ما تعليقك على توقيع هتين الاتفاقيتين في هذه الفترة وفي هذا التوقيت تحديدا أتطور أن هذا الأمر منطقي لما أعلنته الدولة من حوافظ ومن ضمانات للمستثمرين وللأفراد بالتالي فإن إنتاج مثل هذا العدد ده شيء متوقع وأتطور أن الأيام القادمة والشهور القادمة ستشهد اتفاقات ونصب أكبر من عمليات التصنيع يعني أنا عايز أقول أنه لما مصر اتخطط لإنشاء 3000 نقطة شحن كهربائي وأن هي بالفعل بتزيد نقاط الشحن أو محطات الغاز الطبيعي في مصر من 250 إلى 1000 محطة في سنة واحدة كل ده بيقول أن هناك توجه جدي جدا بيجعل من صنعي السيارات على يقين بأن مصر جدة في عمليات التحول بالتالي فإنها فرصة لهم أن يقوموا بإنتاج يلبي احتياجات السوق المتعطش لمثل هذه السيارات أشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد جبلة عضو الجماعية المصرية للاقتصاد والإحصاء وتشريع وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السهر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 414 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 110.5 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تمكنت الوزارة من ضبط ما يقرب من 36 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة وفي مجال عدم الإهلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السهر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من 75 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 619 قضية من بينها 181 قضية خبز ناقص للوزن و120 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية تم ضبط خمس قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 45 طن أقماح محلية أعلن الديوان الملكي السعودي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور المملكة خلال الشهر القادم وذلك بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز أوضح الديوان الملكي السعودي في بيان له أن الزيارة من المقرر لها أن تكون في الخامس عشر والسادس عشر من يوليو المقبل ويلتقي بايدن خلالها بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبحث أوجه التعاون بين البلدين ومناقشة سبل مواجهة تحديات التي تواجه المنطقة والعالم كما يتضمن جدول الزيارة في يومها الثاني عقد قمة موسعة بحضور قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج وبعض الدول العربية أعرب رئيس المجلس الرئاسي في اليمن رشاد العليمي عن تقدير المجلس والشعب اليمني لدور البرلمان العربي في دعم اليمن ومؤسساته الشرعية وما يبزله من جهود لتعزيز العمل العربي المشترك وخلال لقائه رئيس البرلمان العربي عدل العصومي بالقاهرة أشار العالمي إلى أهمية دور البرلمانات العربية في تصحيح الصورة المغلوطة بشأن القضية اليمنية العادلة بالإضافة إلى دور دول التحالف العربي في واجب الدفاع عن اليمن من جانبه أكد رئيس البرلمان العربي عدل العصومي موقف البرلمانات العربية السابت إلى جانب الشعب اليمني وحقه في استعادة دولته وإنهاء الأزمة أعلنت الأمم المتحدة إطلاق حملة لجمع الأموال اللازمة لبدء عملية طارئة لنقل النفط من خزان صافر العائم إلى سفينة مؤقتة آمنة أوضحت أن الجهود الرامية للتصدي لتهديد خزان النفط العائم في البحر الأحمر تتطلب جمع 144 مليون دولار تقطعت السبل بالنقل صافر الراسية قبالة ميناء رأس عيسى باليمن والتي تحتاج إلى صيانة منذ عام 2015 الأمر الذي يزيد من خطر تصدعها وانهيارها وفي محاولة منها لمنع تلك الكارثة المحدقة دعا ديفيد جريسلي منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إلى مساعدة المجتمع الدولي في إنجاز مهمة الحصول على أول 80 مليون دولار لإتمام الأمر والتحرك الآن قبل فوات الأوان وفي شهر مايو من هذا العام تمكن مؤتمر نظمته الأمم المتحدة لحشد التبرعات من جمع نحو نصف المبلغ المنشود لتمويل المرحلة الأولى للخطة التي تهدف إلى نقل النفط من السفينة التي نخرها الصدق إلى ناقلة نفط أخرى كإجراء مؤقت وصافر هي ناقلة نفط مهترئة تحمل مليون ومائة ألف برميل من النفط أي أكثر من 140 ألف طن وترسو على مسافة ستة أميال من الساحل اليمني وقد يسبب انفجار أو تسرب منها واحدة من أخطر كوارث التسربات النفطية في التاريخ وتحتوي صافر على أربع مرات كمية النفط التي تسربت خلال كارثة أكسون في عام 1989 وهي واحدة من أسوأ الكوارث البيئية في العالم وفقا للأمم المتحدة ونتحول إلى الملف العراقي حيث قال رئيس العراقي برهم صالح إن أبلده بحاجة ضرورية لوحدة الصف الوطني والتكاتف من أجل تلبية تطلعات العراقيين في حياة حرة كريمة شدد رئيس العراقي خلال لقائه شيوخ عشائر النجف على ضرورة نبذ العنف والدفاع ضد المخاطر التي تواجه البلاد والمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار بالإضافة إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي ودعم المطالب المشروعة للمواطنين كما استقبل الرئيس العراقي برهم صالح وفدا من شيوخ عشائر محافظة كاركوك من المكونات المتعيشة في كاركوك وخلال اللقاء أكد صالح أن كاركوك يجب أن تكون مثالا لما يمكن أن تكون عليه البلاد من التسامح وتعيش السلمي والازدهر مضيفا أن هناك ضرورة لمعالجة المسائل في كاركوك من خلال الدستور وإرادة أهلها بلا قيمومة وبلا تدخلات أو فرض سياسة الأمر الواقع من جاته دع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القوى السياسية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الشعب والوطن فيما أشار إلى حاجة الحكومة للموازنة خلال أجتماع لمجلس الوزراء أكد رئيس الوزراء العراقي أنه لن يدخل في الحديث السياسي مضيفا أن هناك من يحاول عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أن يحرض على العنف والفوضى ومن يفعل ذلك سيقع تحت المساءلة القانونية ميدانيا أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق مقتل سمانية إرهابيين جنوب غربي صلاح الدين وأضفت القيادة بأن نجاح العملية جاء بعد عملية نوعية أشرفت عليها قيادة العمليات المشتركة حيث تم تزويد طيران القوات الجوية وطيران الجيش بمعلومات غاية في الدقة عن تواجد سمانية قيادات إرهابية إجرامية في وكر داخل وادي السرسار غربي محافظة صلاح الدين بعد متابعة حسيسة دامت لساعد وتمكنت القوات الأمنية من محاصرة هؤلاء الإرهابيين وتطويق مكانهم والاشتباك معهم الأمر الذي مكنت طيارين من استهداف هؤلاء الإرهابيين بثلاث دربات جوية قال رئيس الأوكراني فلاديمار زالناسكي أن التاريخ العسكري سوف يذكر معركة دونباس كواحدة من أعنف المعارك في أوروبا وأضف زالناسكي في كلمة عبر الفيديو كونفرنس بأن التكلفة البشرية للمعركة في سيفار دونسك مرتفعة للغاية بالنسبة لبلاده مشددا على حاجة أوكرانيا الملحة للحصول على أسلحة كما آرب الرئيس الأوكراني عن ثقته في قدرة الجيش الأوكراني على تحرير الأراضي من جاز أخرى أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العمليات العسكرية في أوكرانيا أسفرت عن مقتل أكثر من 350 من القوات الأوكرانية خلال 24 ساعة ماضية قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كونشينكوف إن الجيش الروسي قد تمكن من تدمير ترسانة لسلاح المدفعية الأوكرانية وذخائر باستهدافها وذلك بصواريخ كاليبر بعيدة المدى وأضف أيضا أن الدفاعات الجوية الروسية قد أسقطت طائرة أوكرانية من طراز ميك 29 في دونسك وطائرة هليكوبتر من تراز مي 24 في مقاطعة نيكولايف وتسع طائرات مسيرة في مناطق مختلفة قالت وزارة الدفاع الروسية إنها قد دمرت مواقع محصنة مموهة للقوات الأوكرانية وذلك باستخدام طائرات هجوم روسية من تراز سو 25 خلال العملية العسكرية في أوكرانيا وأشرت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية إلى أن الخبراء في البلاد باشروا في تصنيع سفن وغوصات قتالية جديدة لصالح الجيش مضيفة أن المنشآت التابعة للإمرالية الروسية لبناء السفن قامت بتصنيع غوصتين جديدتين تعملان بالديزل والكهرباء وستكون الغوصتين رقم 4 و 5 من هذا النوع التي يتم تطويرهما لصالح الجيش الروسية إلى ذلك قالت وزارة الدفاع الروسية أنها عرضت على المقاتلين الأوكرانيين الذين يحتمون في مصنع أعزاء للكيمويات في بلدة سفيرادانسك بالشرقي أوكرانيا فرصة للاستسلام غدا الأربعاء أضافت وزارة الدفاع الروسية أنها ستفتح ممرا إنسانيا غدا الأربعاء وذلك للسماح للمدنيين بالمغادرة وحثت المقاتلين الأوكرانيين على وقف مقاومتهم وإلقاء أسلحتهم في الوقت نفسه أعلنت مجموعة جاسبروم الروسية خفض شحناسها من الغاز الطبيعي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نوردستريم وذلك بأكثر من 40% يوميا وأوضحت الشركة الروسية أن هذا القرار جاء نظرا لعدم تسلمها للمعدات الضرورية من شركة سيمنز الألمانية وقالت المجموعة الروسية في بيان أنها سترسل شحنات الغاز بواسطة خط أنابيب نوردستريم إلى بما تصل كميته إلى 100 مليون متر مكعب يوميا وذلك بدلا من 167 مليون متر مكعب كما كان مخططا يزور رئيس الفرنسي إمانوال ماكرون رومانيا لتفقد 500 جندي فرنسي منتشرين في قاعدة الحلف شمال الأطلسي النيتو منذ بدء الأزمة الأوكرانية يأتي ذلك قبل زيارة دعم إلى مولدوفا وأخرى محتملة إلى كييف تعد هذه الجولة هي الأولى لمكعب في جنوب شرق أوروبا المتضررة مباشرة من العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا هذا وقد قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية إن الزيارة المحتملة للرئيس إمانوال ماكرون إلى العاصمة الأوكرانية كييف هي واحدة من عدة خيارات مطروحة على الطاولة في الوقت الراهن على الرغم من عدم اتخاذ قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن ترجمة نانسي قنقر دعا قادة الأمم المتحدة دول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى عدم فرض قيود على صادرات المواد الغذائية لتفدي مخاطر أزمة غذائية عالمية قد تتسبب بها الأزمة الأوكرانية وأكدت مديرات منظمة التجارة العالمية أنها دعت في نهاية مايو إلى الحد من القيود المفروضة على الصادرات وذكرت أن آخر الدول التي عمدت إلى مثل هذه التدابير كانت الهند التي حددت سقفا لصادرتها من السكر اعتبارا من الأول من يونيو بعد أن حددت سقفا لصادرتها من القمح ومن المرتقب أن يصدر المؤتمر الوزري المزمع عقده لمنظمة التجارة العالمية قرارا حول القيود على الصادرات والأمن الغذائية وفقت المفوضية الأوروبية على خطة فنلندية بقيمة 500 مليون يورو لدعم الشركات المتضررة من تدعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وقالت نائبة رئيس التنفيذي للمفوضية والمسؤولة عن السياسة الخاصة بالمنافسة أن هذه الخطة ستمكن فنلندا من دعم الشركات في جميع القطاعات المتأثرة بالأزمة الحالية والعقوبات ذات الصلة وهذه خطوة مهمة لتخفيف من الأثر الاقتصادي لأزمة أوكرانيا حذر وزير المالية الألماني كريستيان ليندرز من وجود خطر لفترة نتيجة لتضخم المرتفع والنمو المنخفض في عقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي دفعت التضخم المرتفع بالفعل إلى مستويات أعلى وضف وزير المالية الألماني بأن أفضل سبيل تصدي لضغوط الأسعار قد يكون في إنهاء الدعم الذي جرى تقديمه في السابق لتعزيز الاقتصاد مشددا في الوقت نفسه على ضرورة عودة ألمانيا وأوروبا إلى الانضباط المالية أكد المركز الفيدرالي للإحصاء تسارع التضخم في ألمانيا إلى 7.9% في مايو من الشهر عن 7.4% في الشهر السابق قال رئيس المركز الفيدرالي للإحصاء أن السبب الرئيسي لارتفاع التضخم هو استمرار ارتفاع أسعار الطاقة مشيرا إلى أن الأزمة الأوكرانية قد تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة بشكل خاص وهذا ما يؤثر بشكل كبير على التضخم أكد بنك كوريا الجنوبية المركزية أنه يعتزم اتخاذ خطوات لتحقيق الاستقرار في السوق المالية والتي تضررت بشدة من المخاوف بشأن رفع البنك للإحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بشكل أكبر مما كان يعتقد سابقا هذا وترجعت الأسهم والعملة في كوريا الجنوبية إسرى تراجع معنويات المستثمرين بسبب تنامي مخاطر التضخم والمخاوف بشأن الركود الاقتصادي العالمي انضمت شركات البيتروكيموية الكورية الجنوبية إلى شركات صناعات السيارات والصلب في خفض انتاجها وذلك بسبب إضراب سائقي الشاحنات يحتج احتحاد سائقي الشاحنات على ارتفاع أسعار الوقود ويطالب بضمانات لحد أدنى من الأجور حيث قد أخفقت أربع جوالات من المفاوضات مع الحكومة في التوصل إلى حل لهذه الأزمة مع دخول إضراب سائق الشاحنات يومه السابع انضمت شركات البيتروكيمويات في كوريا الجنوبية إلى شركات صناعة السيارات والصلب في خفض عملياتها بسبب تزايد المخزونات اتحاد الصناعة الذي يمثل 32 شركة للبيتروكيمويات في كوريا الجنوبية قال إن متوسط الشحنات اليومية من الشركات الأعضاء انخفض بنسبة 90% بسبب الإضراب كما قالت وزارة الصناعة إن الصناعات في كوريا الجنوبية تواجه خسائر متراكمة تقدر بنحو 1.6 تريليون وون أي ما يوازي 21.4 مليار دولار خلال مدة الإضراب من جانبه ذكر ميناء بوسان سابع أكبر ميناء للحاويات في العالم أن الإضراب قلص حرقة الحاويات بمقدار الثلثين عن المستويات العادية فيما أكد مسؤول حكومي أن مواقع تخزين الحاويات تمتلئ وأن السلطات تناقش إجراءات لتوفير مزيد من المواقع ويحتج اتحاد سائق الشاحنات الذي يضم 22 ألف شخص على ارتفاع أسعار الوقود ويطالب بضمانات لحد أدنى من الأجور حيث أخفقت أربع جولات من المفاوضات مع الحكومة في التوصل إلى حل وسط ويمكن أن يؤدي أي تباطؤ في إنتاج وشحن الرقائق والبتروكيمويات والسيارات إلى زيادة المخاوف من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو مع مواجهة العالم القيود الصارمة التي تفرضها الصين لمواجهة جائحة كورونا وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية هوت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر إذ أثارت تقفزة فتضخم في الولايات المتحدة مخاوف حيال زيادة قوية لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي للتحدي حالة من الظعر شهدتها أسواق المال العالمية من احتمالية رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس وأكد عدد من الاقتصاديين أن الفدرالي سيلتزم بمخطط رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال هذا الأسبوع لكنهم سيتيحون إمكانية رفع الفائدة بدرجة أكبر في الاجتماعات اللاحقة وأوضح الاقتصاديون في تقرير نشرته مؤسسة ماركت ووتش المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي أن قراءة مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو الماضي كانت بمثابة تغير حاد في توجهات أعضاء مجلس الاحتياطي الفدرالي وخاصة بعد أن أكد جيرون باول محافظ الاحتياطي الفدرالي بأنه سيتخذ موقفا أكثر تشددا هذا وهوت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستويتها في ثلاثة أشهر حيث أثارت قفزة في التضخم في الولايات المتحدة مخاوف حيال زيادات قوية لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي للتحادية وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبية جلسة التداول منخفضا أثنين وأربعة من عشر في المائة إلى أدنى مستوى لهم منذ السابع من مارس فيما هبطت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بنسبة أربعة واثنين من عشر في المائة مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية إلى أعلى مستويتها في عدة أعوام بفعل رهانات على تجديد أسرع للسياسة النقدية وتراجعت أيضا أسهم القطاعات المرتبطة بالنمو مثل السفر والترفيه ومصنع السيارات الذين تراجع بنسبة خمسة وثلاثة من عشر في المائة وأربعة وخمسة من عشر في المائة على الترتيب وتحولت المعنويات إلى سلبية في أعقاب موجة بيع حادة في بورصة والستريت بعد بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قفزت ثمانية وستة من عشر في المائة على أساس سنوي في مايو مسجلة أكبر زيادة منذ عام 1981 مما يثير مخاوف حيال زيادة أكبر للفائدة قدرها 75 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع نشرتنا تتوصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تصوت على فعالية لقاح موديرنا للأطفال الأكبر سنة تجتمع لجنة استشارية حكومية أمريكية لتقرير ما إذا كان سيتم توصية بنوع سان من لقاح فيروس كورونا للأطفال والمراهقين في سن المدرسة سيصوت الخبراء في هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على ما إذا كان لقاح موديرنا آمنا وفعالا بما يكفي لمنح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سادسة وسبعة عشر عاما وإذا وافقت هيئة الغذاء والدواء فسيصبح لقاح موديرنا هو الخيار الثاني لهؤلاء الأطفال للانضمام إلى لقاح فايزر أعلنت الإمارات تجديد الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بعد ارتفاع في الإصابات بنسبة أكثر من 100% في أسبوع واحد هذا وستشمل الإجراءات التجديد على ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة وذكرت وزارة الصحة الإماراتية أنه تم تسجيل 1356 حالة إصابة جديدة بالفيروس في البلاد أعلن رئيس الأمريكي جو بايدن عن رغبته في بناء البنى التحتية وذلك بهدف إعادة الطبق الوسطى إذا ما كانت عليه وحماية العمال كذلك خلال كلمة بايدن في مؤتمر نقابي حول الاقتصاد والقوى العاملة حيث شدد على أن إدارته لن تسمح للأزمة الاقتصادية أن تصحق الطبقة الوسطى العاملة نحن نريد أن نعيد بناء البنى التحتية والهدف هو إعادة الطبق الوسطى إلى ما كانت عليه وحماية العمال ونحن في كل هذه الاستثمارات نأخذ بعين الاعتبار المتطلبات النقابية ليس فقط لأنني أريد أن نساعد النقابات ولكن لأنكم الأفضل في العالم إن أردنا أن نبني البنى التحتية علينا أن نعتمد عليكم لن أطيل عليكم ولكن عندما نختار عملاً نحتاج إلى أربع أو خمس سنوات لنتعلم المهنة الناس لا يعون ذلك أن أتكلم عن هذا الموضوع أنتم أفضل العمال تدريباً في العالم اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خطوات للحد من العنف المسلح في أقاب عمليتي إطلاق نار دميتين في تكساس ونيويورك يأتي ذلك بينما لا يزال أعضاء الكونغرس الجمهوريون يرفضون إدخال تغييرات كبيرة في قوانين الأسلحة ويعتبرون أن قضايا الصحة النفسية تمثل أصل المشكلة بعد مظاهرات حاشدة في عدة ولايات أمريكية اتفق أعضاء من الحزبين في مجلس الشيوخ الأمريكي على وضع حد للعنف المسلح الذي تشهده البلاد عشرون عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين أعلنوا توصلهم إلى اتفاق حول عدة أحكام لتعزيز تنظيم استخدام الأسلحة النارية وهي إجراءات محدودة جاءت نتيجة ضغوط بعد حوادث القتل الأخيرة التي خلفت صدمة في البلاد تتضمن الإجراءات التي تطلب إقرارها أغلبية صاحقة في مجلس الشيوخ تشجيع الولايات على سحب الأسلحة من الأشخاص الذين يعتبرون خطرين وتدابير بشأن تأمين المدارس عمليات إطلاق النار التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخرا أرجعها بعض الخبراء إلى وجود خلل في الصحة النفسية للمراهقين لذا تضمنت الإجراءات التي تم التوصل إليها من جانب بعض أعضاء مجلس الشيوخ زيادة خطة من الموارد الضرورية المخصصة للصحة النفسية وتحسن أمن المدارس وتدعيم الطلاب والمساعدة على ضمان عدم قدرة المجرمين الخطرين ومن ثبت أنهم يعانون أمراض النفسية على شراء الأسلحة وبالرغم من أن تلك الإجراءات لا تشمل مطالب إصلاح أساسية يدعو إليها الديموقراطيون في مقدمتهم الرئيس جو بايدن إلا أنه أشاد فور إعلان الاتفاق بالتقدم الذي اعتبره غير كاف ولكنه مهم وسيكون أهم تشريع بشأن التحكم في الأسلحة يقره الكونجرس الأمريكي منذ عقود أحداث دامية شهدتها الولايات المتحدة جراء إطلاق النار مؤخرا كان آخرها في مدرسة ابتدائية بالتكسيس أصفر عن مقتل واحد وعشرين شخصا وفي مدجر بولاية نيويورك خلف عشرة قتلى أكبر الديموقراطيين والجمهوريين على ضرورة اتخاذ خطوات جدة للتصدي العنف الأسلحة النارية ووقف سيل الدماء المستمر نفأ المركز الأعلامي لرئاسة الوزراء ما تدولته بعض مواقع التواصل الاجتماعية بشأن رسالة صوتية تزعم استقطاع الدولة جزءا من مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات والاحتفاظ بها كأمانات في الخزانة العامة للدولة لعدة سنوات أكد المركز الأعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لاستقطاع أي جزء من مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات أو لاحتفاظ بها كأمانات في الخزانة العامة للدولة لعدة سنوات وأن ما تم تدوله بالرسالة الصوتية غير صحيح ولا يمثل الواقع بأي صلة مشددا على التزام الدولة بصرف مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات كاملة دون استقطاع أي جزء منها وكذلك صرف كافة الاستحقاقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون أي انتقاص استقبل وادي الفروسية والذي طورته وزارة الداخلية مؤخرا نهائية بطولة الجمهورية للفروسية في ظل إشادة واسعة من المشاركين بالإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الوادي وبإسهامته في تطوير رياضة الفروسية في مصر وبالدور الكبير الذي تلعبه وزارة الداخلية في الارتقاء بالرياضة الفروسية والذي تتجلى في دقة التنظيم وتطوير الملاعب والمرافق الموجودة بالوادي تتهادى الخيول ويتبار الفرسان على مدمار وادي الفروسية في نهائيات بطولة الجمهورية للفروسية بعد أن هيأته وزارة الداخلية وطورته لاستقبال مسابقات الفروسية محليا ودوليا شايف فيه تطورات كثيرة جدا في وادي الفروسية ومن أراضي جديدة من تجهيزات من نظام عمل عندي حالة انبهار كده بالمكان والتنظيم من أول الدخول للباركينج للأرض الأرض ممتازة وده بيساعد الولاد كتير على ضفاف بحيرة عين الحياة بمنطقة عين السيرة بالفستات سلاس ملعب رئيسية بمواصفات دولية وسلاس ميادين إحماء استضافت 342 فارسا في مباريات الفروسية وستة وسلاسين فارسا في التقاط الأوتاد المنازي عمتا مجهز بمستوى عادي جدا بيبقى مريح لكل الألعاب سواء التقاط الأوتاد أو الفروسية القفز أو الجساج يعني كل لعبة بيبقى ليها الأرض المناسبة ليها فالموضوع لصيف جدا المدرجات كانت مجهزة بشكل ممتاز في الحقيقة كانت مقرباتك من الأرض كفاية خليها تحس بجو والأرض تحس بإحساس الحس اللعيب كده أحساسك اللي أنت فعلا أنت اللي بتلعب بشكل اللعب كافة السبل التي تساعد على توفير أجواء تنفسية ذات مقاييس عالمية تتوفر هنا فندق مجهز لإقامة اللعب وسيارات إسعاف بتجهزاتها من الأطقم الطبية وسيارات كهربائية لتنقل الجماهير بين جنبات الوادي فاضلا عن مطاعم وكافتريات من ساعة ما دخلنا من البوابة في ناس بيدخلونا من بره بيجهزونا للبطولة والأوتال اللي موجود هنا حلو جدا متنظم جدا وفكرة حلو جدا أنهم يعملون ملعب جنب الأوتال عشان البطولة بتبع ثلاث أربع سيام للنهائي كلام ده كله بيساعدنا أن نحن نعدي أداء أحسن في البطولة ونعمل أحسن حاجة عملينا وتم توفير استبلات ذات ساعة كبيرة لإيواء الخيول مع توفير خدمة بيطارية ملائمة لها وهو ما يساعد على إراحة الخيول المشاركة بعيدا عن عناء التنقل غرفة الحكام صممت بطريقة تساعد على رؤية زوايا أفضل لكافة الملعب وهو ما يساعد الحكام على أداء تحكيمية أفضل في كافة البطولات إحنا بنفخر أن عندنا مكان زيادة مصر يعني مكان متكامل من كل حاجة سواء أراضي أو منصات تحكيم وإحنا بنشكرهم جدا على الميدين اللي بده لنا وعلى الاستابلات وعلى الأماكن الممتعة اللي هي فخر لغيضة الفروسية في مصر المكان ده فعلا شرف لمصر والمصريين بجد والفروسية كلها المكان إحنا بنفخر أن إحنا موجودين هنا فخور بالدعم اللي مقدمها وزارة الداخلية حاجة جميلة جدا لرياضة الفروسية وعرفت دلوقتي كمان أن يكون فيه دعم للرياضات تانية في الخيل ودي حاجة يعني هتضيف كتير قوي للحصان العربي والحصان المصر بشكل عام وزارة الداخلية طورت وادي الفروسية ليستقبل المنافسات ليلا من خلال منظومة إضاءة متطورة زودت بها الملعب ختام فعاليات المنافسات التي تواصلت على مدار أيام كانت مراسم تتويج الفائزين في مختلف منافسات البطولة وبحضر وزير الشباب والرياضة حيث تم توزيع الجوائز عليهم ليكون ختاما ناجحا لبطولة الجمهورية للفروسية لهذا الموسم على أرض وادي الفروسية حاجة الحقيقة نفخر بها ونحن إن شاء الله نفخر نجيب كل الفروسين بتوع العالم وكل الاتحاد الفروسية والحكام والمراقبين من الاتحاد الدولي يجي يشوفوا مصر عاملة إيه ووزارة الداخلية عاملة إيه في خطاع الفروسية مبروك على هذا الصرح العملات اللي فعلاً يساعدنا لتطوير كبير جداً في رياضة الفروسية ومستواها مع الاتحاد المصر والفروسية في كل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية اللي دايماً فعملنا في وزارة الشباب والرياضة فرحية فيه تعاون كبير جداً في كل المجالات الرياضية والشبابية مع وزارة الداخلية قيام وزارة الداخلية بتطوير وادي الفروسية منشآت وملاعب ومرافق ساهم في أن يكون الوادي ملتقى لمنافسات الفروسية محلياً ودولياً وهو ما تسعى إليه وزارة الداخلية الارتقاء برياضة الفروسية في مصر عبدالله بركات التلفزيون المصري أعلنت رئيسة المفاوضي الأوروبي أرزولا فاندرلاين دعم الاتحاد لمصر في هذه الفترة السابقة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ كاب 27 والذي سيعقد في شرم الشيخ نوفمبر القادم خلال تصريحات صحفية قالت رئيسة المفاوضية الأوروبية قبيل زيارتها لمصر إن استضافة مصر لمؤتمر كاب 27 تشكل فرصة كبرى ليرى العالم قيادة مصر وأن تقدم مصر نموذجاً يحتذا به مضيفاً أنها تتطلع إلى التوسع في الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر وسيساعد مؤتمر المناخ الذي سينعقد في شرم الشيخ على ذلك تنطلق غداً الأربعاء أعمال المؤتمر العالمي أسام للبرلمانيين الشباب والذي يعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من الخامس عشر إلى السادس عشر من يونيو الجاري ويشهد المؤتمر مشاركة مكسفة من وفود برلمانية من أكثر من ستين دولة فضلاً عن وفود المنظمات الدولية المراقبة يتناول المؤتمر قضية تغير المناخ من وجهة نظر برلمانية شبابية وهو ما يمثل المرة الأولى التي تعقد فيها دولة مؤتمراً برلمانياً منفصلاً قبل أشهر من استضافتها لدورة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيرات المناخية ما هو قادم ما في نشرتنا أخبار الاقتصاد؟ نتابعها مع مصطفى ميزار إليك مصطفى شكراً ريهام وشكراً هبة أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة عقد وزير البترول الثورة المعدنية طرق المل اجتماعاً مع مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني محمد مصطفى وتناول خلاله عدداً من الموضوعات الخاصة بالتعاون المشترك في مجالات صناعة البترول والغاز الطبيعي وأنشطة منتدى غاز شرق المتوسط وخلال اللقاء أكد الوزير على موقف مصر الثابت والدعم للحقوق الفلسطينية بما فيه حقها الأصيل في استغلال مواردها الطبيعية وسيادتها على تلك الموارد وفي مقدمتها حقل غزة مارين كما أكد وزير البترول أن مصر لا تتوانى عن دعم كل ما يمكنه المساهمة في تنمية اقتصاد فلسطين وأن البلدين يتمتعان بعلاقات وطيدة تدعمها القيادة السياسية في البلدين وتعاونهما معا تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط والتي تتبنى أهدافا عادلة تحقق مصالح جميع الدول الأعضاء بها أكدت مصر على الدور المحوري للتجارة في الحد من التغيرات البيئية وتعزيز قدرات الدول على التحول الأخضر وأشرت وزيرة التجارة والصناعة ندين جامع إلى أهمية تعزيز العمل المشارك لوضع أطهر حاكمة للعلاقة بين التجارة والمناخ بما يعكس إرادة سياسية حقيقية للتعاون والعمل الجماعي ونية جادة لتضمين أولويات وشواغل الدول النامية والأقل نموا بما يساعد على تحقيق أهداف العمل المناخي والتنمية المستدامة جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بفعاليات المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد في مدينة جنيف حيث تضمن اليوم الثاني للمؤتمر تنظيم لقاء حول موضوعات تغير المناخ والتجارة والبيئة أكدت وزارة التنمية المحلية أنه تم توجيه الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمرور على المخابز وتأكد من وضع لوحة إرشادية تحتوي على أرقام المسؤولين في مكان ظاهر للجمهور بمدخل كل مخبز لمساعدة المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات وأشار وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إلى أن الدولة تقوم بتحصيل غرامات على المخابز المخالفة وإعداد تقارير دورية بشأنها إلى البرصة المصرية حيث تبينت مؤشراتها بختامة عملات اليوم حيث تراجع المؤشر الرئيسي بدغوط هبوط أسهم قيادية في حين ارتفع مؤشر EGX70 و EGX100 وتراجع رأس المال السوقي بنحو 31 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 664 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر EGX30 عند مستوى 10,014 نقطة وأغلق عند 9,981 نقطة منخفضا بنسبة 34% فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 1,837 نقطة وأغلق عند مستوى 1,854 نقطة مرتفعا بنسبة 92% كما فتح مؤشر EGX100 عند مستوى 2,725 نقطة ليغلق عند مستوى 2,742 نقطة مرتفعا بنسبة 62% إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري يسجل الدولار الأمريكي 18 جنيه و70 قرش للشراء و18 جنيه و77 قرش للبيع في حين سجل اليورو 19 جنيه و53 قرش للشراء و19 جنيه و61 قرش للبيع في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 22 جنيه و58 قرش للشراء و22 جنيه و67 قرش للبيع بالنسبة للعملات العربية مقابل الجنيه فقد وصلت قيمة الدرهم الأمرطي إلى 5 جنيه وتسعة قرش للشراء و5 جنيه و11 قرش للبيع في حين وصل الريال السعودي إلى 4 جنيه و98 قرش للشراء و5 جنيه بالنسبة للبيع صعدت برصة أبوظبي منهية خسائر استمرت لتسعة أيام متتالية في حين وصلت السوق السعودي انخفاضها للثاني جلسة اذ سادت حالة من الضبابية بين المستثمرين قبيل اجتماع سياسة نقدية للبنك المركزي الأمريكي وارتفع مؤشر أبوظبي تسعة من عشر بالمئة كما أنهى مؤشر دبي المعاملات مرتفعا بثلاثة من عشر بالمئة في المقابل انخفض مؤشر البرصة السعودية ثلاثة من عشر بالمئة مع نزول سهم الشركة النفط العملاق أرامكو بتسعة من عشر بالمئة ترجمة نانسي قنقر وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والعمال في نشرة السادسة أعود من جديد لاستكمال ما تبقى في هذه النشرة مع ريها مهمة شكرا لكم مستقبل وصلنا إلى ختم نشرة السادسة ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء رئيس مجلس الوزراء يطلق استراتيجية تنمية صناعة السايرات من شرق فورسعيد الكاظمي يحذر من العنف ويطالب ساسة العراق بتحمل مسؤولياتهم تأرى التاسو خمسة وعشرين روسية تدمر مواقع محصنة للقوات الأوكرانية وروسيا تعرض على المقاتلين في مصنع أزوت الاستسلام نهاية نشرة السادسة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري تحية لكم وإلى اللقاء